بداية دخول المسلمين للأندلس الجزيرة الخضراء المعروف أنه كان من عادة أشراف القوت ونبلائهم أن يرسلوا بنيهم وبناتهم إلى القصر الملكي في طليطلاء ليكونوا في خدمة ملوكها وليتأدبوا بأداب الملوك الملك القوطي الغربي رودريغو تعدى على فلورندا فاشتكت لأبيها الذي ثارت ثائرته لما عرف فذهب إلى طليطلاء وأحضر ابنته وقال لا أرى له عقوبة ولا مكافى إلا أن أدخل عليه العرب وحلف وقال ودين المسيح لا أزيلن ملكه ولا أحفرن تحت قدميه وهو ما دفع والدها يوليان الطنجي صاحب طنجة للانتقام من خلال مساعدة جيوش المسلمين بقياط الطارق بن زياد وموسى بن نصير في غزل أندلس من سبتة لذلك أخذ يوليان يسعى للاستعانة بالمسلمين وإدخالهم إلى الأندلس للقضاء على حكم لذريق وأدى يوليان دور الوسيط بين المسلمين وآل غيتشة فاتصر بطارق بن زياد في طنجة وعرض عليه غزل أندلس وبين له حسنها وفضلها وما تويه من الخيرات وهون عليه حال رجالها ووصفهم بالضعف بادر طارق بن زياد بالاتصال بموسى بن نصير في القيروان وأبلغه بما عرضه عليه يوليان لاتخاذ القرار بشأن ذلك والواقع أنه لم يكن لدى موسى بن نصير ما يدعوه إلى رفض هذه الفكرة فاتجهت أنظاره إلى الأندلس وفعلا جرت اتصالات بين موسى بن نصير ويوليان وعقد اجتماع بينهما وقف خلاله موسى بن نصير على أوضاع الأندلس والخدمات التي يمكن أن يقدمها يوليان كما كان لابد من أن ينال هذا العمل موافقة الخليفة في دمشق لذا اقترح موسى على يوليان أن يذهب هو أولا إلى استكشاف ساحل الأندلس وأن يحاول النزول في مكان أمين منه خشية من أن يكون يوليان قد دبر للجيس الإسلامي مهلكه فأبحر يوليان في خريف سنة تسعين هجري في عصبة من أتباعه من سبتة ونزل على ساحل الجزيرة الخضراء فقتل وسب وغنم وأقام بها أياما يشن الغارات وشاع الخبر عند المسلمين فأنسوا بيوليان واطمأن له موسى بن نصير عند هذه النقطة كتب موسى بن نصير إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يبلغه بما عرضه يوليان وما آلت إليه حملته ويستأذنه في العبور تردد الوليد بن عبد الملك في بادئ الأمر خشية على المسلمين من أن يغرر بهم وأمر موسى بن نصير بأن يتروى في الأمر وأن يختبر البلاد بالسرايا نزل المسلمون في جزيرة صغيرة اسمها بالوماس سميت منذ ذلك الحين بجزيرة الطريف والراجح أن طريفا اجتمع فيها بجماعة من مؤيدي الملك السابق غيطشة ومعهم أحد أحبار اليهود ويدعى يعقوب كان يتخفى بزي ويعمل في قصور الغيطشة حيث تقرر أن تقوم قوى قوطية معارضة للملك لذريق بمساعدة المسلمين وحراسة المضيق وشن طريف من مركزه في تلك جزيرة عدة حملات استطلاعية ناجحة على سواحل الأندلس الجنوبي وبالأخص الجزيرة الخضراء درس خلال تحصيناته وتحرى أوضاع سكانه ومدى علاقتهم بالحكام القوط ثم عاد إلى طنجة محملا بالغنائم أكدت حملة طريف بن مالك صدق يوليان حين عرض المساعدة على المسلمين وكشفت عن ضعف المقاومة في الأندلس وأقنعت موسى بن نصير بسهولة العبور والنزول على الشاطئ قرر البدء بتنفيذ عملية الغزو وأعد قوة عسكرية مؤلفة من سبعة آلاف مقاتل معظمهم من البربر ولم يتعدى عدد المقاتلين العرب الثلاثماء واختار لها أحسن قادة المسلمين آنذاك وأشدهم ثقة به وهو طارق بن زياد والواقع أن موسى بن نصير سلك نهج أقرانه من القادة العسكريين الذين فتحوا الشام والعراق وفارس وهو إرسال حملة قليلة العدد ثم تعزز بإمدادات لا تتوقف حتى يتم تحقيق الأهداف كما أن ذلك كان مقصودا لعدم إثارة ريبة يوليان عبر طارق المذيق يوم الاثنين في خمسين رجب 92 هجري علامة أربعة سفن تجارية قدمها يوليان ونزل طارق مع جنوده أمام جبل كالبي المنيع الذي حمل اسمه منذ ذلك الحين وصار يعرف بجبل طارق واتخذه مركزا لتجمع قواته وقاعدة للانطلاق إلى داخل الأندلس وحتى يؤمن على جنوده ضد أي هجوب مفاجئ من جانب القوط سور تلك القاعدة وحصنها لما ركب البحر من المغرب إلى الأندلس غلبته عيناه فنام ورأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في منامه ومعه المهاجرين والأنصار قد تقلدوا السيوف وتتكب القسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا طارق تقدم لشأنك فنظر طارق فرأوا أصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه فاستيقظ من نومه مستبشرا وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك بالظفر وكذلك كان موسى قد بعث يوليان مع طارق ليدله على عورات البلاد وليتحسس له الأخبار والواقع أن خدمات يوليان لم تختصر على تسهيل العبور إلى الأندلس بل أدى هذا الرجل دورا بارزا في عملية الفتح إذ كانت معلوماته القيمة عن أوضاع مملكة القوط والاتفاقيات التي عقدها مع المعارضة القوطية واليهود الصاخطين على حكم لذريق والراجح أن اندلاع ثورة البشكنش الباسك في الشمال في الوقت الذي عبر فيه المسلمون بحر الزقاق لم يكن صدفة بل كان بالتنسيق مع المعارضة لإلهاء لذريق في مناطق بعيدة عن الخطر الإسلامي ولم يكن طارق بن زياد يستقر مع جنوده في قاعدته عند الجبل حتى بادر باستكشاف المنطقة تمهيدا للسيطرة على المناطق المجاورة المحيط ببحر الزقاق بهدف تأمين مؤخرة جيشه والمحافظة على خطوط مواصلاته مع قواعده في شمال أفريقيا وتنص بعض المصادر العربية والإسلامية أن طارق بن زياد أقدم على إحراق السفن التي عبر عليها بحر الزقاق حتى يقطع على جنوده كل أمل بالعودة إلى المغرب ويحفزهم على الاستبسال في القتال وهنا تبدأ معركة وادي لكا طلب لذريق من جميع الأشراف والنبلاء والإقطاعيين أن يحشدوا المقاتلين وأخذت الإمدادات ترد عليه من كل المناطق حتى اجتمع لديه في وقت قصير ما بين أربعين إلى مائة ألف مقاتل كما طلب المساعدة من أولاد غيطشة نظرا لعمومية المحنة ولكن هؤلاء ظلوا على ولائهم سرا للخطة التي وضعوها مع يوليان من أجل الإطاحة به ومع ذلك فقد استجاب له ثنان منهم هما ششبرت وآبة لكن ظاهريا فقط وهما ينويان الغدر به فرحب بهما وعين الأول على ميمنته والثاني على ميسرته كانت وجهة لذريق مدينة قرطبة للمحافظة عليها نظرا لأهمية موقعها الوسطي بين العاصمة طليطلة والجزيرة الخضراء وهي مفتاح الطرق الذي يسيطر على الأندلس الجنوبية الشرقية فوصل إلى ضواحيها ثم تابع زحفه باتجاه الجنوب وأخذت أخبار لذريق تصل إلى مسامع طارق بن زياد فتهيب الموقف وأدرك لا طاقة له على مواجهته بهذا العدد الضئيل نسبيا الذي معه فأرسل إلى موسى بن نصير يشرح له الموقف ويطلب منه الإمدادات لم يتردد موسى لدى استلامه كتاب طارق وأمده بخمسة آلاف مقاتل بقيادة طريف بن مالك استأنف طارق بن زياد زحفه باتجاه الشمال على أثر وصول الإمدادات عبر أرسلية تتخللها المستنقعات واستقر به المقام أخيرا حول بحية لاخندا من كورة شذونة والتي يخترقها نهر برباط الصغيرين وعسكر على ضفته اليسرى ثم وصل لذريق وعسكر على ضفته اليمنى للنهر وكان في ذلك المكان قرية صغيرة سماها المسلمون لكة أو بكة ومنها جاء اسم المعركة خطب طارق بن زياد بالمسلمين خطبة قوية يشجعهم فيها ويحثهم على القتال والجهاد أيها الناس إلى أين المفر؟ البحر وراءكم والعدو أمامكم فليسوا الله إلا الصدق والصبر فإنهم لا يغلبان وهم جندان منصوران لا تضر معهما قلة ولا ينفع معهما الخور والكسل والاختلاف والفشل والعجب كثرة أيها الناس ما فعلت من شيء فافعلوا مثله وإن حملت فحملوا وإن وقفت فقفوا وكونوا كهيبة رجل واحد في القتال وإني صامد إلى طاغيتهم لا أتهيب حتى أخالطه أو أقتل دونه فلا تنازغوا إن قتلتم فتفشلوا وتذهب ريعكم وتولوا الأدبار لعدوكم فتتكبد بين قتيل ومأسور وإياكم أن ترضوا بالدنيا ولا تعطوا بأيديكم ما قد عجل لكم من الكرام والراحة من المهانة والدلة وما قد أجل لكم من ثواب الشهادة فإنكم إن تفعلوا والله يعظكم تتبوأوا بالخسران المبين وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين وما أنا ذا حتى أغشاه فاحملوا بحملتي وأنا غير مقصود دونه تقابل الجمعان يوم الأحد 28 رمضان واشتبكا في قتال عنيف استمر سبعة أيام ولما ترى الجيشان ثبت طارق في مكانه وأطمع لذريق في أن يقطع المستنقعات إليه على غرار الخطة التي كان خالد بن الوليد قد رتبها على نهر اليرمو تكبد لذريق الكثير من القتلى والجرح خلال المعركة وحدث في اليوم الرابع من القتال أن انسحب ابن غيطشة تشبرت وآبه مع فرسانهما من الجناحين وانضم إلى صفوف المسلمين وفق الخطة الموضوع مما أدى إلى تضعضع صفوف الجيش القوطي وبدأ أفراده بالترنح والهرب طلبا للنجاة والمعروف أن هذا الجيش ضم كثيرا من العبيد الصاخطين على حكم القوط ويتمنون زواله فوجدوا في تلك المعركة فرصتهم للخلاص لذلك تراخ هؤلاء في القتال قبل أن يفروا بعد انسحاب الفرسان من الجناحين واضح الاذريق لا يملك القوة الكافة للاستمرار في القتال ومع ذلك فقد صمد حتى اليوم الثامن وعندما تحقق من هزيمته هرب من ميدان المعركة من دون أن يعرف مصيره بالضبط وقد وجد فرسه بالقرب من أحد المستنقعات كما وجد أحد خفيه وهو طاف فوق الطين الأسود مما يدل على أنه وقع عن حصانه لدى وصوله إلى المستنقع وغاص فيه من دون أن يتمكن من الخروج فغرق كانت معركة وادي لكة كاليرموك في الشام القادسية في العراق وناوهند في فارس إذ دمرت القوة المدانية للجيش القوطي مما أفقده القدرة على الدفاع عن المدن الكبرى وأضحت المقاومة بعدها قصيرة الأمد مما هيأ للمسلمين أن ينسابوا إلى جوف الأندلس ويفتحوا المدن ويستقروا فيها تكبد المسلمون ثلاثة آلاف قتيل أما قتل القوط فكانوا أضعاف ذلك لأن عدد الذين نجوا من المعركة وفروا بعد ذلك كان قليلا وحاز المسلمون على جميع ما كان في معسكر القوط من العدة والمتاع والمؤن والأموال وقسم الفيء بين الآلاف التسع الذين نجوا فأصاب كل منهم مائتان وخمسون دينارا كتب طارق بن زياد إلى موسى بن نصير بالقيروان يبشره بالنصر ويخبره بأن الطريق باب تم فتوحا أمامه للولوج إلى قلب البلاد فأرسل موسى بن نصير بدوره تقريرا مفصلا إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق يصف فيه الانتصار الكبير الذي أكسب الإسلام أرضا جديدا وقال لم يكن هذا فتحا كغيره من الفتوح يا أمير المؤمنين فإن الواقع كانت أشبه باجتماع الحشر يوم القيامة فاستبشر الوليد خيرا بهذا النصر وسمح للقادة المسلمين بمواصلة الطريق وفي نفس الوقت تناهى إلى أسماع المسلمين في المغرب والشام ومصر بانتصار طارق بن زياد فتطوع من كل جهة للحاق به والمساهمة معه في فتح الاندلس ازدادت قوة المسلمين بعد معركة وادي لكة وارتفعت معنواتهم بعد ذلك الانتصار ومن جهة أخرى أصاب القوط الارتباك والذعر الأمر الذي أتاح لطارق بن زياد أن يستغل هذا الوضع كي لا يتيح للجيش القوطي فرصة لعادة التنظيم والتجمع ويدعم سيطرته على جنوبي الاندلس فبدأ ما يمكن تسميته بحرب المدن فتح المسلمون مدينة شذون بعد انتهاء المعركة ثم توجهوا نحو مدينة استجه الواقع على الطريق المؤدي إلى قرطبة حيث احتشدت فيها فلول القوط الهارب في محاولة لمنع المسلمين من دخولها وفتح طارق بن زياد في طريقه مدينة مورو في منطقة إشبيليا ولما وصل إليها ضرب الحصار عليها ونظرا لمناعتها اضطر إلى طلب المساعدة من يوليان الذي كان آنذاك في الجزيرة الخضراء فجاء سريعا واشترك معه في الحصار وجرت مناوشات شديدة بين المسلمين وحامية المدينة كثر فيها القتل والجراح وبعد مرور عدة أشهر من الحصار أدرك حاكم المدينة صعوبة الاستمرار في المقاومة فاستسلم ودخل المسلمون المدينة وفرض الجزء على سكانها بعد تأمينهم على حياتهم ودينهم وكنائسهم الله، 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 الله الله